لا هو في الحقيقة ان بيحصل اختلاف فقط في التوجه بمعنى ان الجيل الاكبر سنا هو الاكثر حظرا لحد ما من استخدام زي التكنولوجيا ثانيا ان نمط الوعي الثقافي والحصول على المعلومات للاجيال الاكبر سنا مختلفة في مصادرها عن الجيل الشاب الجيل الشاب الان اصبح يعتمد على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي كمصدر الاغبار ومصدر المعلومات وهنا تكمن المشكلة ان الشباب اصبح يستقيم مصادره معلوماته من الانترنت بدون ان هو مثلا يخش مكتبة او يبحث بشكل محايد حول معلومات معينة تارد اليه بينما الجيل الاكبر سنا هو تربع على فكرة البحث وفكرة المعلومة من الارشيف ويخش المكتبات وهكذا اذا هذه هي المفارقة زي فكرة التوجه ما بين الصحافة الاكترونية من قبل الشباب وبالنسبة للاكبر سنا اللي هما اعتمدوا على الصحافة الوراقية بشكل ما كمصدر الاغبار اذا وده نقطة نقطة تانية ان حتى التصنيفة العمرية بين الاجيال وبعضها اختلفت ليه بقى؟ لان اصبح الفعالين ليسوا فقط هم مثلا الشاب من 15 سنة مثلا 24 سنة حسب تصنيف الامم المتحدة او البنك الدولي 25 سنة لا ده اصبح الفعالين الجدد في المجال الفضاء الاكتروني اقل من 15 سنة يعني احنا